نعم هناك معلومات دقيقة وليست تحليلا محافظة خاصة يشرف عليها الحرس الثوري الإيراني تبدد من جرف الصخار مرورا بالطارمية ولذلك يجري الآن التضييق على الطارمية في بناء سور لقطع عراضي وبالتالي أرجعت سيطرة الصخور داخل الأنبار 30 كيلومتر حتى تكون هناك طريقا مباشرة وبالتالي من مدينة الطارمية تلتحق سامراء من أجل تكوين ما يسمى المحافظة المقدسة وهذه بعيدة على صلاحياته عن العراقين تماما ويراد منها تغيير شطانها ما ضرب من الخيال هذا أحس هذا دكتور سترى هذه القضية تتصاعد عندما تأتي السنوات أو الأشهر القادمة إذا بقينا على هذا الحال لأن هذا التخطيط يهدف حقيقة إلى تغيير ديمغرافي كبير وما يحدث في الطارمية باتجاه سامراء واقع يلمسه المواطن هناك لذلك حقيقة البعد الاقتصادي أيضا حاضر في صراح الدين يعني جريمة بلد أو جريمة الفرحاتية في قضاء بلد هو لأن هذه الميليشيات تحتل هذه المناطق لأنها تستولي على عبار النفط وتهرب النفط لذلك حقيقة لواء أقولها بصراحة 42 التابع لعصائب الحق بقيارة قيس الخزعلي هؤلاء يعني السنوات الماضية ولا زالوا حقيقة يسيطرون على بئر نفط يتم تهريب النفط فيه